لكن احشي لي على طبيعة الصفقات السياسية التي تدور في الكواليس لانتخاب الرئيس البوصل أين تتجه؟ مهم من هو الفاعل؟ من هو المتحكم بهذه القصة تحديدا؟ والله سيد نجم هذا سؤال مهم حقيقة وأنا من خلال قناتك أريد أعرج على موضوع غاية في الأهمية ويتعلق بموضوع رد الجميل السياسي هو الإطار التنسيقي الذي تمتلك 181 مقعد مدينة بشكل كبير لتحالف العزم لو لا تحالف العزم ووقوفها مع الإطار التنسيقي لا محمد الشاع السوداني صار رئيس حكومة ولا الإطار التنسيقي قدر يشكل حكومة الأمور كانت كلها ماضية باتجاه التحالف الثلاثي اللي يمتلك أغلبية المقاعد عنهم تحالف العزم يعني رغم كل الاتهامات أنا ذول يعني جماعة إيران جماعة المالكي ذولا طلعوا عن الإيران تحملوا كل ما تحملوا وراحوا اصطفوا مع الإطار التنسيقي ولولاهم ما قدر الإطار التنسيقي يشكل حكومة الآن ولكن يشكلها التيار الصدري الغريب الآن قوى الإطار التنسيقي يعني بعض القيادات في الإطار التنسيقي تتكلم عن الأغلبية السنية يعني معيار أساسي لانتخاب الرئيس القادم ما أنت الأغلبية السنية عافتك وراحت للتحالف الثلاثي الأقلية السنية هي اللي مكنتك من تشكيل الحكومة وأقصاء خصمك العنيد القوي التحالف الثلاثي بأن السيد مسعود البرزاني ومحمد الحلبوسي والسيد مقتدى الصدر آن العوان للإطار التنسيقي حتى لا يفقد مصداقيته أمام المكونات الأخرى أن يرد الجميل لتحالف العزم ولمرشحة الدكتور محمود المشداني هذا هو الخلق السياسي الذي يجب أن يكون حاضرا في أول دقيقة من دخول النواب لانتخاب الرئيس بدون هذا صراحة الإطار التنسيقي سيفقد الكثير من مصداقيته لدى الكتل السياسية وحتى من مصداقيت جمهور تحالف العزم اللي أيد العزم بذهابه للتحالف مع الإطار التنسيقي يعني هذا يا أستاذ محمد الآن أنت وقد خلقت لنا مصطلحا سياسيا جديدا يعني قبل عندنا المحاصصة وعندنا التوافق السياسي الآن أنت تدعو لمصطلح جديد بالحكم اللي هو رد الجميل وكأنك تعود إغنية لعد رد الفضل وإنه والإحسان هذا أسلوب جديد للحكم بأن يكون مرشعكم محمود المشهداني الذي ألغى جلسة مجلس النواب وكأنكم الآن تعترفون أنها كان قد اتفق عليها ما عندي تفسير آخر لا أستاذ نجم مهما تكون المسببات مهما تكون المسببات مهما تكون الآراء الإطار التنسيقي الموحد مدين لتحالف العزم بغض النظر سواء كان مرشحا دكتور محمود المشهداني طلال الزوبعي أي جهة أخرى يرشح تحالف العزم الإطار التنسيقي ملزم أن يرد جميل تحالف العزم وينتخب مرشحا وعلي أن لا ينسى أن الأغلبية السنية قد خذلته وذهبت إلى التحالف الثلاثي هذا لازم ما ينسوا ويخلونا أمام أعينهم حسن أنت يجيئت الآن تذكرهم عسى أن تنفع الذكرى أفهم من هذا الكلام يا أستاذ محمد أنه الولد بالأغلبية الشيعية عنهم مو على مرشحكم أو رايحين باتجاه العيساوي ولذلك اتضال على خاطركم مو أولاً أنا مو عضو لا في تحالف العزم ولا في الحسم أنا أتكلم بصفتي السياسية المستقلة خلقوا المتعاطف مع عزم يقول هك نعم خلقوا المتعاطف مع عزم لا لا أستاذ نجم هذا المنطق السياسي أنت لما الناس جازفوا ووقفوا ضد تيار عارم واتهموا وتعرضوا إلى ما اتعرضوا له والآن تجي تقول أن هذا المنصب هو من حق الأغلبية طيب مو أنت باتس العقبة لانتخابات النيابية القادمة على الأبواب الأغلبية السنية هي بالأساس تركتك والأقلية السنية راح تتركك يعني مؤكد في المرحلة الجاية وراح يدخل لك السيد مقند الصدر من جديد والسيد مسعود البرزاني موجود وراح تواجه 80 عضو مجلس نواب سني لن يتحالفوا مع أي كتلة في الإطار التنسيقي إذا ما تم خذلانهم في مرشحهم لرئاسة المجلس اشتركوا في القناة